اشتركوا في القناة في الوقت الذي بات فيه الغزاويون على شفى حفرة من المجاعة إذا ما أقدم الجيش الإسرائيلي على غلق المعابر وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أهل غزة يعيشون أصلا على حافة الهاوية وتكافح عائلات كثيرة من أجل وضع الطعام على المائدة وبالرغم من عدد الضحايا الذين سقطوا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلا أن رشقات الصواريخ الفلسطينية كبدت إسرائيل نحو 500 مليون دولار خلال الأربعة أيام الأولى من الحرب بحسب صحيفة نيويورك تايمز